كل سنة وانتو طيبين رمضان كريم ويا رب يعود علينا بالخير يا رب ان شاء الله تعالوا نعمل مع بعض حاجة حلوة قوي للرمضان انا هجيب بولات الفخار دي عندي لو عندك اي نوع بولات اي حاجة تقدر تتخدميها وهحط تحت في الاول هبدأ بالكريمة الكريمة دي احنا عملناها مع بعض سهل قوي بديل الكريمة الحلويات لانها بقت غالية ومكلفة بصراحة فاحنا هنعمل حاجة بديلة لها في البيت بمكونات بسيطة وطعمها بجد لذيذ جدا اتمنى ان انتو تجربوها وتعجبكم هبدأ ان انا احط في الاول طبقة منها في القهر الطاجن او البولة وبعد كده انا عندي هنا كنفة كنفة دي انا اتعطاها بالمقصة حتات صغيرة خالص او ممكن تضربوها في الكباب ويحمصتها على النار مع شوية سمنة ما ضفتلهاش لعسل ولا شربات او اي حاجة بعد ما خلصتها هنا حطيت عليها بس رشة بسيطة قوي من العسل الابيض وهبدأ احط طبقة من الكنافة فوق الكريمة حاولنا اخلي البولتين يبقوا قد بعض لذيذة قوية على فكرة ومن الحاجات السهلة كمان بيبقى شكلها حلو في التقديم بعد كده لو عندك بقى نوتيلة او اي شوكولاتة قبلة للدهن او اي نوع شوكولاتة ممكن تعمليه في البيت انا سيحتها شوية بس كده كانت محتاجة تسيح اكتر كمان اه فانا هحط شوية منها في النص كده وحاولوا لما تحطوها لو انتو حطين نوتيلة طبعا فردها بيكون شوية صعبة خصوصا ان هي على كنافة فانحاول على قد ما نقدر يعني نفردها شوية صغيرين بس بحيث ان هي تبقى في الطاجن كله بعد كده انا اجبت فراولة واطعتها حتة صغيرة وحطتها فوق النوتيلة وهرجع احط شوية من الكريمة فوق الفراولة الكنافة اللي بالفراولة طعمها حلوة قوي اه برضو طعمها لذيذ زي كنافة بالمانجا طبعا الفراولة موجودة دلوقتي فانقدر ان احنا نستغل الموضوع ده نجيب منها واشلوها في التلاجة فعيل بقى ما مش هيحصل لها حاجة هرجع تاني احط بقى طبقة كنافة اغطي بقى الطاجن بتاعي اقفله كويس اهم حاجة بقى الفانش يا جماعة يعني نهتم بقى بالتفاصيل اللي في الاخر دي ياريت تعملوها في رمضان هتعجبكو جدا كده ومن غير ضغط مش هضغط علشان مش عايزاها تبقى ماسكة في اه يعني تمسك كلها في بعض مجرد بس ان انا اسويها وافردها اخر حاجة بقى هجيب اخر حبة من الكريمة وهقفل بقى الوش بتاع الطاجن خلاص مش هحط حاجة تاني مش هحط كنافة او حاجة فهنحط كريمة بقى انتو متخيلين لو انا بقى جبت علبة كريمة من اللي هي كريمة الحلويات يعني بقت سعرها كتير وكمياتها كمان قليلة حاول بقى نفردها كده ونزبطها على قد ما نقدر زي ما انتو شايفين كده وبعدين انا حبيت ان انا احط شوية عسل لان السكر انا الكنافة مش محتوط لها تقريبا حاجة يعني محتوط لها برضو رشة بسيطة قوي من عسل النحل فعشان ما تبقاش اا مش مسكرة قوي طبعا دي حاجة ترجع لكم لو انتو حابين تحطوا عسل او ما تحطوش براحتكو طبعا اخر حاجة عملتها بقى ان انا جبت فراولاية وقطعتها شرايح كده وحطتها على الوش وضغطت شوية فالكريمة تفردت معي بقى طعمها يعني هي اصلا شكلها لذيذ والجد طعمها خطير انا ضقتها وطعمها حلو قوي كده خلاص خلصناوها ندخلها بقى التلاجة تسقى لو اجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركو في القناة و لايك وشير موسيقى موسيقى